بهدف خلق فرص عمل وخفض نصب البطالة وتدعيم وتطوير المشاريع الريادية وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مبادرات تجارية مستدامة انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول للريادة والإبداع والتمكين الشبابي المشاركون في المؤتمر الذي نظمته جمعية عطاء للريادة والتمكين الشبابي بحضور عدد من الدول المشاركة والمحاكمين الدوليين بحثوا سبول تعزيز قدرات الرياديين والمبادرين من خلال البدء في إنشاء مشاريعهم الريادية الإبداعية رئيسة جمعية عطاء للريادة والتمكين الشبابي ورئيسة المؤتمر دكتورة رندا عميري قالت إن أهمية المؤتمر تأتي لتدعيم وتطوير المشاريع الريادية وتعزيز دور ومشاركة المرأة الريادية في العمل وإنتاج وإدارة المشاريع الريادية الزاوية الأخرى هي راح تكون أوراق بحثية وعلمية سيقدمها عدد كبير من الريادين والباحثين والعلماء على مستوى العالم تتناول موضوع الريادة ودور منظومة ريادة الأعمال في تمكين الشباب من أجل مكافحة الفقر والبطالة حقيقة أيضا لدور المرأة في تعزيز أهمية مشاركة المرأة ودورها الفعال في المشاريع الانتاجية والريادية نقوم في المؤسسة بتدريب السيدات على الأسس السلامة الغذائية في إنتاج أغذية صحية إن كان لغايات البيع التجاري أي على شكل مطابخ إنتاجية أو أيضا على شكل المطاعم أو إعدادها لأسرتها نقوم بتدريب الأسر وتوعيتهم بأهمية السلامة والوقاية من التسمومات الغذائية